احنا كلمنا ونفتت على صناعة المطاط وكلمنا على تزويد المرنة بتاعته وتقليل الكسوة بتاعته مع الاسفلت باستخدام السلفر المرة دي ان نبتدي نخش على مطاط تاني زي البولي بيوتا دايينز البولي بيوتا دايينز هنا اللي هي بنستخدمها في الاثارات بقى نفسها بنحط عليها ايه في بنقول عليها مركب سيجلر وناتا سيجلر وناتا اللي هو عبارة عن الامونيوم تيترا اسايل تيترا اسايل الامونيوم ادي عندي طبعا انت عارفين الالمونيوم سلاسي فالالمونيوم السلاسي يتحطى بيتفعل مع تلاتة اسايلز في وجود التيتنيام كورايد عشان يكون حاجة اسمها زيجلر ناتا كليستر الزيجلر ناتا كليسترز دي بنضيفها اشوف فاكرين لو احنا فاكرين بنضيف مواد عشان تزود السباب بتاع الكويتش اثناء ما هو بيمشي في الايفشي انا بنزود دقة حالة بتاعته عشان الهايدو كربون ما يستحملش الواحدة فمنضيف حاجة اسمها زيجلر ناتا كاتاليست على البولي بيوتا دايينز نوع تاني من مطاط او البولي ايزوبرين او بيبتدي يديف طبعا هو ما بيخدش اهم حاجة ما بيخشش في الاستراكشور ما يخشش جوه الاستراكشور شايفين هيدو كاربون عادي هو بيغير في ترتيب الزرات في ترتيب الزرات شوفوا هنا الزرات عبعا عن ايه وايه وايه وسري فيها فيها دابل بوند ايه واحدة بس هو كمركب ما يخشش في تركيب البولي بيوتا ايه دايينز طيب ليه بيحصل كده طب انتو عارفين الدابل بوند اللي ما يكون فيه دابل سنجل دابل سنجل دابل سنجل كده هو بيزود عملية الرانين بتاعتها فبالتالي يبقى تأكلها سريع فلما يسبتها في دابل بوند واحدة في مكان واحد عمره ما بيحصلها حاجة طيب في البولي كلورو برين اللي هو بنقول عليه النعل نعل بتاع الشوز الشوز بتاعتنا نعل الكريب اللي هو اللغة العامية كعوب الاحزية كعوب الاحزية بنصنع من البولي كلورو بريبين اللي هو اللي هو شايفينه قدامنا ده بدل ما هنا كان هنا فيه سي اش سري بنحط هنا فيها ايه كلور وبنصنع منها نيو برين اللي هي كعوب الاحزية او السيور النقالة او في بعض ايه الاثارات طبعاً الكولوروبرين في بعض الإثارات التي هي بتاعت الجرار ليس بتاعت العربية الملاكة أو النقل العربية الكبيرة التي هي بتاعت المحرس والسيور النقلة التي نستخدمها في عملية نقل البضاعة التي نحطها على السير وعايزين البضاعة من مكان لمكان هذه المنور عليها مطات بولي كولوروبرين في مطات تانية بولي ايزوبرين وده بنستخدمه في القفزات الجوانتيات وفي الردعاب بتاعت الأطفال اللي هي بتاعت البيبي وفي الإثارات السيارات هو كلمة لما أنا بقول يستخدم في إثار السيارات وعدين بالكم الإثار إحنا عندنا كازا حاجة أكلمنا عليهم اللي هي الايزوبرين اللي كان فيها سيدة البوندسي والبولي بولوروبرين والبيوتاديينز واللي قدامنا البولي ايزوبرين كلهم أقدر أعمل منهم ميكس وصنع منه إطار سيارة أو من واحد بس طبعا كل شركة محتفظة بطريقة الصناعة بتاعتها بس في حاجات غالبة على البولي ايزوبرين عارفينها اللي هي بتصنع بها القفزات الطبية وردعات الأطفال شيء بديه جدا لأنا استخدمت البولي ايزوبرين بس في صناعة الكويتش وتصور الكويتش زي ردعات الأطفال اللي تبقى طري وما يستحمل شركة الحراف لازم يزود عليه بكميات كربون إيه تانية بس الحاجة الغالبة بتاعتنا هي القفزات والردعات الأطفال اللي هي الحلم اللي بنقول عليها لإيه الحلم طيب ده بالنسبة للمطاط بتاع الايزوبرين طيب في مطاط تانية اللي هو البيوتريل بيوتاديينز البيوتاديينز هو عبارة عن تفاعل بيوتاديين مع تفاعل بيوتاديين اللي كنا تكلمنا عليه في تفاعلات الإضافة بتاع القنيونيك اللي كنا میں نضيف عليه بتسيوم امايت عشان نكوم بيه اللي هو الذهي من الهدوم اللي بستعنةه في الأكريل طيب هنا، بيستخدمه ضعوا من ناتريل gete لذلك inhalation وفعلته مع البيوتidarين والبيوتidarين سيطلبوناzم و يد då في مصدعات الوقود في الطيرات و في اصناعات الأنابيب النقل له للوقود صناعات الأنابيب النقل له نتيجة ده استحمل دراجة الحرارة العالية و المرونة بتاعته بستحمل الضغط في دراجة الحراره العالي هذا بالنسبة من ن cautious لمطاط الناتيل والبيوتidarين يحدث عن مطاط ولابط الآخر السليم بروبلين و هذا نستخدمه في تغريف الأسلاك وصناعات الأحزية وده تفاعل اللي هو الأسلين مع البولي مع البوربلين عشان يكون لنا الأسلين بوربلين كده احنا خلصنا صناعات المطاطية أو الصناعات الأيمة على برمرات الإضافة طبعا هنا بيحصل إضافة أو دي بيحصل فيها إضافة الدبل بوند تكسف وتكون السنجل بوند يبقى كده احنا غطينا برمرات التكسف غطينا برمرات الإضافة اتكلمنا على التطبيقات بتاعت البوليمر اتكلمنا على المواد المضافة للبوليمر اتكلمنا على الصناعات المختلفة للمواد اللي هي المطاطية وآخر حاجة اتكلمنا عليها اللي هي صناعة الأسلاك والإيه والأحزين إن شاء الله المرة الجاية هنبتدي نتكلم على الصبغات والفرق بين كلمة وإن شاء الله يكون ينول اهتمامكم زي ما الشفتر التاني والشفتر الأولاني حصل على اتمامكم